شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين الاحتفالية التي نظمها مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمناسبة مرور عشرين عاما على تأسيسه وشهد اسموه بالدور الحيوي الذي يقوم به المركز في تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيلهم ليكون قادة المستقبل بما يعزز مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات ويرسخ ريادتها عالميا في كافة المجالات